موسيقى سلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا طيبين في هذا الفيديو هنتكلم على الدنتل تشيزلز and its types كان في فيديوهات قبل كده عن الهند cutting instruments and how to use the enamel hatchet and the gingival marginal trimmer and you can find the links in the description box below. طيب الشيزل is a cutting instrument وزي بقيهة الcutting instruments تتكون من 3 parts عندنا البلد والشانك والهندل ويكون البلد at a right angle مع long axis of the instrument الجزل بالانجليزي هي معناتها اللي هي دي الاداة اللي شايفين صورتها الاداة حقت النجارة أو النحت طيب فالدنتل تشيزل حقنا it's exactly the same function نفس الفنكشن انه احنا زي كأنه بننحط الانامل طيب او انه بنشيل الانسبورتت الانامل عشان ننعمه طيب خلونا نشوف ايش الفرق بين التشيزل والانامل هاتشت قلنا قبل كده الانامل هاتشت يجي البلد بارالل مع long axis of the handle طيب ولكن التشيزل يجي زي ما قلنا الانامل يجي البلد يجي البلد يجي البلد مع long axis of the handle اوكي لاتس لك هاتة different view هنا في الصور نقدر نشوف انه البلد in the chisel البلد مع long axis of the handle وفي الانامل هاتشت نقدر نشوف انه البلد is parallel مع long axis of the handle خلينا نشوف ايش هو الببل شايفين الشطفة اللي هنا هادي الشطفة هادي هي البفل الشطفة دي فالبفل هادي هتسويه للcutting edge اللي هي الحافة الحافة دي هي اللي هتقطع اوكي يعني هادي البفل هين الشطفة اوكي هادي الشطفة والحافة هي هادي اللي هتقطع الcutting edge طيب خلينا نشوف ايش انواع الcutting edges اللي تيجي عندنا في الدنتل chisels اوكي هنا شايفين هنا عندنا this is the primary cutting edge اوكي البفل اللي هنا من السايد هنا لو شفنا هنا شايفين من السايد هادي السكندري cutting edge يعني اللي فوق هنا هادي ال primary cutting edge واللي من الجوانب is the secondary cutting edge تمام؟ اوكي في التشزل عندنا types او انواع عندنا straight chisel اللي هو دا انو ييجي البلد والهندل اوكي كله in the same line اوكي كله straight okay so this is a straight chisel النوع التاني عندنا الودلستد design اوكي هذا ييجي curved ييجي curved اوكي and you can see هنا one side شايفين البفل كيف هنا من تحت نيجي نشوف the other side البفل من فوق اوكي ايش الفرق لما يكون البفل من فوق اوكي this is a distal side this is the distal side اوكي يعني هنا هادا اللي هتحطوه على الوال اوكي لما تيجوا تقطعوا لما نيجي بعدين ونريكم how to use هنا لما نيجي البفل من تحت this is a mesial or this is the mesial side اوكي or reverse bevel يعني البفل لما يكون من تحت اسمه mesial or reverse bevel فهنا خلينا نشوف مرة تانية نقدر نشوف في الرسمة هنا الصورة اللي على اليسار بتورينا انه البفل من تحت اوكي on the bottom هاد هي الميزيل or the reverse bevel طيب ونقدر نشوف في الصورة اللي على اليمين انه البفل is on the top هاد هي الدستل بفل بس هاد لا يعني انه الدستل يستخدم في الدستل كافتي والميزيل يستخدم في الميزيل كافتي no it's just the name of the bevel فسواء عندكم كافتي mesial or distal we're going to use both sides حسب الwall that we're going to plane النوع التالت اسمه bin angle chisel ومن الاسم bin معناتها اتنين يعني فيها two angles يعني it's not straight like the straight chisel ولا هي curved زي الودلستد chisel لا ايجي فيها two angles زي ما احنا شايفين هنا في الصورة ولكن نفس الشي لسه البلايد is perpendicular مع the long axis of the handle واحد من انواع chisels اسمه mono angle chisel زي ما احنا شايفين في الصورة في بس one angle مو two angles زي البن angle chisel وهو نفس الفنكشن حق ال chisels ولكن ما يستخدم كتير الاكتر اللي يستخدم البن angle chisel او straight chisel او الودلستد chisel فاحنا في هاد الفيديو شفنا what are the dental chisels and their types and in the following video حنشوف كيف نستخدمه thank you very much and see you the next video ترجمة نانسي قنقر